دون إحراز اختراق كبير أنهى رئيسان الأمريكي جو بايدن وروسي فلانمير بوتين محادثة دامت أكثر من ساعتين حول التوتر في شرقي أوكرانيا مكلفين فريغهما بمتابعة المحادثات وفي تعليق على القمة قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفيان إن سيد البيت الأبيض لم يقدم تنازلات أو تعهدات ردا على تنديل نظره الروسي بتنام القدرات العسكرية لحلف الناتو على الحدود الخربية لروسيا هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في الأيام المقبلة بينما نواصل القنوات الدبلوماسية سنستعد أيضا لجميع الحالات الطارئة بما في ذلك إعداد ردود محددة لتصعيد روسي إذا تطلب الأمر ناقش الرئيس أنهم سيحتاجون إلى التحدث مرة أخرى بعد أن يقوم الممثلون بإجراء المحادثات لكن من المستحيل الآن تحديد متى سيحدث ذلك أما في شوارع مدن شرق أوكرانيا التي تعيش حالة من الحرب منذ سنوات بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الحكومية فعرم السكان عن تشكيكهم بالمكالمة أود بالطبع أن تنتهي الحرب سواء المحادثات قربت السلام أو لا نحن نعيش في حرب منذ سنوات عديدة ومن المروع أننا اعتدنا على ذلك أنا لا أعرف ماذا سيحدث الآن سنرى وإلى جانب إبلاغ بايدن حلفاء الولايات المتحدة بمخرجات المحادثة أعلن البيت الأبيض أن الرئيس سيتحدث مع نظيره الأوكراني فلودمير زيلانسكي غداً الخميس لبحث الخطوات القادمة وللوقوف أكثر على هذا الموضوع ينضم إلي هنا في الستوديو الزميل الصحف في 24 نيوز بليغ سالدين أهلاً بك بليغ يعني بليغ الكل يترقب ما بعد محادثات بايدن بوتين وإلى أي مدى ستنجح العقوبات التي لوح بها بايدن في منع الخطوات الروسية تجاه أوكرانيا ماذا تعتقد؟ فعلاً بداية نبدأ مع تصريحات بوتين الأخيرة من الساعة الأخيرة قال أنه سيقدم الكريملين اقتراح لألويات المتحدة بشأن الأمن في غضون أسبوع واحد لا شك أن هذا طبعاً يأتي بعد أن جس نبض بايدن في الأمس وهذا كان هدف اللقاء فعلياً بين بايدن وبوتين في الأمس أراد أن يفهم إلى أي مدى تستطيع روسيا أن تقوم بعمليات عسكرية أو تصعيد أو أي محاولة لمنع تواجد الناتو في أوكرانيا أو في شرقية أوكرانيا من جهة أخرى أن لا يكون هناك عقوبات قاسية ضد روسيا ولكن من جهة بايدن وعلى الأقل بحسب التصريحات التي رأيناها من البيت الأبيض نرى أنه لوح بعقوبات قاسية جداً للاقتصاد الروسي بالأخص قضية شركة سوفت التي بإمكان عقوبات عليها بأن تغير من نمط تعامل الروس مع كل قضية التجارة في داخل روسيا هذا أمر خصيصاً في هذه الفترة روسيا تخرج وكأنه من جائحة كورونا لا شكاً الوضع اقتصادي ليس جيداً بالمرة في روسيا فهي غير معنية أيضاً خط الأنبوب الغازي الذي يصدر الغاز إلى الدول الأوروبية فعلاً يعني نوردستريم 2 هو مشروع مهم وطني بالنسبة لإدارة بوتين حتى أن جيك سوليفين المسؤول عن الأمن القومي الأمريكي قال أنه في تواصل مع الإدارة الألمانية السابقة والحالية نحن نعلم أن أولف شولت اليوم دخل إلى المنصب وحسب ما ستقوم به روسيا في الفترة القريبة ستحدد العلاقة مع كل قضية النوردستريم 2 بايدن سيتحدث أيضاً مع زيلنسكي في يوم غد ماكرون أيضاً سيقوم بالحديث الأيام القريبة مع زيلنسكي وكذلك مع بوتين وهذا طبعاً بعد الإحاطة التي قام بها بايدن للحلفاء الأمريكيين بليغ اليوم نشهد دخول أنقرة على خط خفضة تصعير بين روسيا وأوكرانيا هل سينجح برأيك الرئيس التركي عبر هذه المبادرة في لجم الخطوات الروسية سوى أوكرانيا؟ نعم فعلاً أنقرة تلعب دوراً مختلفاً عن باقي الدول الموجودة في حلفنات ونحن نعلم أن هناك طبعاً نوع من العلاقة القوية بين أنقرة وموسكو في إدارة رئيس رجبت بردوغان قبل أسبوع على فكرة مريزة خاروفا المتحدثة باسم الكريملين قالت أنه على تركيا أن ترسل رسالة أولى أوكرانيا بما يتعلق بخفض التصعيد في شرقية أوكرانيا ولكن من جهة الأخرى تركيا تبيع طائرات مسيرة إلى أوكرانيا الأمر الذي تنتقده موسكو نحن نعلم أن هذه المسيرات وطائرات بدون طيار قامت بتخريب العديد من المنشآت العسكرية الروسية في سوريا في أذربيجان في كارباغ كل هذه المنطقة ولكن الآن الأمر مختلف مع أوكرانيا قضية أوكرانيا بالنسبة لروسيا مختلفة الروس يرون بأوكرانيا كجزء من روسيا وهي على رأس المالويات الأمن الروسي لذلك تركيا معنية من جهة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة والحفاظ من ناحية أخرى على سلامة علاقاتها مع روسيا هذا أمر مهم بالنسبة لرئيسين بوتين وأردوغان أيضاً شكراً جزيلاً لك على كل هذه المعلومات والتحليلات بليغ سردين المرسل في عشرة المفاوضة من النوز شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لكم اشتركوا في القناة